لا لا سيبك منها لا بعد كده اللي هي بتاعة الكابتن طهر أبو زيد لا دي في الله هي استغناء 92 استغناء طهر والأربعة الكبار الكابتن صالح على يد أنا مش هو اللي واخد القرار ده إنما هو اللي تحمله أي يعني لما قيل لهم الجائز الفني إذا كنا عايزين الكابتن أنور سلامة مدير فني لكن عايزين فعلا نطور الفريق لازم يحصل كذا فالكابتن صالح خد على عاطقه ما قالش بناء على رغبة الجائز يعني كان يقدر يقولها كده أو يخلي الجائز الفني يكتب له ورقة قال له خلاص هو أنت كده أنا هجيب اللعيبة أقعد معاه وأتكلم معاه وأعمل معاه ومش عارف إيه إذا المسؤول الكبير لما بيحمي شوف الحماية بقى هو بيحاسبك مشدة زي بيحميك بيحمي أجهزته ما يبيعهاش الجمهور وصدرها ما صدرش إنه طلع كابتن صالح قال لهم المدرب اللي عايز كده أنا بقى وبيعلن بنفسه أيها واخد بالك عشان ما ترش تغلط على مدرب يمين ولا شمال أنا يا جماعة كل كلمه النبي تمعانه فيها عشان كده بقولك حبه الأهل كما وجدتموه كل دي دروس من الماضي كل واحد فينا عايزين نحب الأهل بطريقة الكابتن ساد عبد الحفيص عايزين نفكر في الأهل بطريقة الكابتن صالح عايزين ندير النادي الأهل بطريقة الكابتن حسن حمدي عايزين نحلم للكابتن اللي نادي الأهل بطريقة الكابتن محمود الخطيب عايزين الناس طب أنا أقولك حاجة معلش هادي إحنا يعني عاديين بن دردش لأني دي دروس الحقيقة عارف إنه عايز يطلع فاصل حقيقة اللي تدي بسرعة لا لا تفضل هو كابتن طريق سليم وهو مديرا للكورة المنصب صغير ولا كبير عليه لا منصب مناسب وبعد كم سنة يبقى كبير ولا صغير عليه يصغر عليه المنصب يصغر مش المسئولية الفارغ كبير جدا هو كابتن طريق سليم وهو مديرا للكورة لو أراد أن يكون نائب رئيس النادي كانت صعبة؟ لا طب طيب بعد وفاة الكابتن صالح لو أراد أن يكون رئيس أو نائب رئيس فيه ناس حاولوا تترحى عليه قال لهم إيه لا أنا أنا بخدم نادي الألق في لجنة الكورة يا جماعة هنا هنا لما نقول أن خبرات كابتن طريق تتحلوا بقى رئيس النادي مش معنى كده أن فيه شغل صغير وشغل كبير إنما فيه خبرة خبرة تركمت بقت أكبر من المكان تقدر تفيد بشكل أكثر صحيح عشان والنبي يعني أنا حاول أشرح نفسي مش عارف ساعات يا رب تكون اللي معنى اللي أنا عايز أقوله ووصل للناس كلها عشان أنا ساعات أتحسب على ما لا أقصده أنا أقصد إن إحنا تعلمنا كده في النهاية إذن ثقافة المكان وديتنا للمعنى هكذا من التفكير اللي عايز يمسك في الآلي بيمسك فيه بالطريقة دي اللي عايز يغير في الثقافة دي هو حر بس إحنا بنقول وجهة نظرنا إحنا بقى زي إنتا بتقول ما تصادرش عليا أقولك أنت كاملا ما تصادرش عليا أنا وجهة نظري إن مصلحة الآن إحنا نتمسك في الثقافة دي عندك وجهة نظر تانية إنتا حر بس ما تمنعنيش إن أنا أختلف معاك فيه ومش عمنعك إنك تختلف معايا برضو بس أنا بقول حبوا الآلي كما وجدتموه لأنه هو بيفرز كابتن طارق وكابتن حسن وكابتن خطيب وكابتن سيد وعشرات النماذج الصالحة جد الكابتن محمد رمضان بالله عليك هذا الرجل شفت عمرك زعلام من نادي الآلي إطلاق طب تعرض عليه كم مرة ويقرب ويبعد ولا مرة حسب مرارة الراجل لو جابوه حيعمل أداء رائع كما هم توقع منه ماجعش يبقى فيه تفكير آخر بطريقة أخرى هم دول يعني وأنا دائما نقوله ابن النادي أو ابني اللي فكرنا بمعاد الدواء ويجيب لكم بايت الماء يدقاني مش الابن الجيني لأن ابن الجيني ده ممكن يبقف عن ناصر مع صحابه بيلعب مش فرق معاه لكن كل أم ولادك كل أم ولادك وابنك الجيني ده ما تقدرش لا هو يتنصل منه كله يتتنصل منه لكن هو تعود عليك بس اللي بيجي لك ده بيشوفك كبير قوي لأنه جاي لك شافك من برة فيكون شديد الاتصاق بك يبقى ابنك برضه طيب ده كلام مهم جدا يا جماعة وحتى كابتن سيد لما سألوا مهيب على كابتن حسام غالي قال له قال له لا ما فيش حية حاجة بينه وبين حسام إلا الاحترام وأنا كابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة وفي لجنة التخطيط فمن حق وحق اللجنة كلها إنها تقيم عملي يجوز هم شايفين في شغلي اللي أنا مش شايفه ده حقهم الأصير أو يقيم اللي جاي فبصوا يعني سلامة الإنسان في فكره وفي نفسيته هو أنت بتحجر ليه على الناس ما هو من حق الجهة المسؤولة إنها تقيم ما هو من حق كابتن صالح يقول للحاجة تيسير رحمة الله على الجميع أنت مين أنت مشجع مش مسؤول قول رأيك براحتك بس أنا في النهاية أنا اللي صاحب القرار قرار بتاع الاستغناء عن الأربعة الكبار كابتن طهر أبو زيد وكابتن ربيع عسين وكابتن علامة يهوب وكابتن محمود صالح كان الأهل وصل لمرحلة في موسم 92 إنه فعلا خلاص معدلات السن كبرت وآخر مباراة لك مع الزمالك اللي طهر شاطها وأيمن شاوي يكملها وخدت الكاس كان واضح جدا في الملعب إنه معدلات السن كبرت والفريق محتاج عملية تشبيب إن الكابتن صالح ياخد القرار في لجنة الكورة آه القرار طبعا بتوصية أو بتقريب من المدير الفني بس الكابتن صالح خدها في وشه هو وما أعلنش أبدا للجمهور إنه كابتن أنور سلامة أو إن احنا خدنا ده بناء على رغبة الكابتن أنور وسلم المدرب للجمهور لا دافع عن القرار بقوته بس كانت النتيجة إيه إنه بعد هذا القرار الآله خد سبعة دور واربعة انت خدت الدور لما سجلت هادي ووليد وأيوب وأحمد عفتاح ومصطفى كمال يعني الجيل ده كان طالع ومحمد يوسف مجموعة وهشام حنف بعدهم وجبت صفقات من برة ورجعت حسام وإبراهيم عملت فرقة قوية خدت الدوري سبعة سنين لو أنت ما كنتش أخدت قرار بالقوة دي ما كنتش هتقدر تكمل بالشكل اللي أنت كملت به فالقرار قد يبدو في وقته الناس مش فهماه أو مش مدركة أبعاده إنما صحب القرار قدام منه من المعطيات اللي لما بتختبر ببان يعني الحاجة يسير الله رحمه اللي كان قلقان جدا على الأهلي في مباراة 85 ومنفعله بيكلم الكابتن صالح هو في لندن بالقلق ده كله مش عارف قوة القرار إنك أنت هتكسب الزمالك وهتكسب المبدأ وهترسي قاعدة قوية جدا جدا جوا الفريق عايشة لغاية دلوقت إنه محدش أكبر من الأهلي ومحدش ينفع يتمرد على الأهلي أعتقد دي كانت لحظة مهمة جدا لعدد من القيم والتقاليد للناس اللي لسه بتسأل يعني إيه مبادئ تقاليد الأهلي نطلع لفاصل وبعض الفاصل